فرنسا في مواجهة التطرف والمد الإخواني في البلاد تقرير للبرلمان الفرنسي حذر من خطر جماعة الإخوان وتساهل مع ما وصفه بتراكم أفكار مجموعات متطرفة بحسب ما أفادت به صحيفة شرق الأوسط التقرير البرلماني والذي أعدته لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ يرى بأن التطرف الإخواني متعدد الأشكال ويتسلل إلى مناح الحياة الاجتماعية كافة وبحسب الصحيفة فإن التقرير اقترح أربعة وأربعين إجراء منها منع منظري حركة الإخوان من دخول فرنسا محاربة التطرف داخل الدولة لا سيما في المدارس والجمعية والنوادي تعزيز الرقابة الأمنية على الجماعة التقرير دعا أيضا إلى تسهيل إغلاق الأماكن التي تبث خطابات كراهية وعنف الصحيفة أشارت كذلك إلى أن التقرير استند إلى نتائج سبعين مقابلة من مسؤولين وسياسيين ومتاقفين وناشطين في المجتمع المدني التوجه الأخير يعيد فتح أوراق قطر في تمويل حركات الجماعات المتطرفة أوروبيا وفق ما تضمنه كتاب لمؤلفين فرنسيين أصدر العام الماضي صلت الضوء على صلة بعض هذه الجمعيات المشبوهة بمؤسسات تمويل قطرية